انا باختصار كده حقول لكم على ان انا اكتست الكوفيد 19 كان عندي فاول ما شعرت بسخونة في البيت رحت على طول المستشفى فقعدت هناك اربعة ايام بس في اثناء المدة دي يومين منها بعد يومين النرسات هناك سألوني وقالولي انت مش خايفة من الكوفيد 19 رحت قلت لهم انا اشكر الله قلبي كله سلام والرب يسوى ساكن في قلبي فانا مش خايفة حتى لو الرب سمح باننا هنتقل من هذا العالم هكون في مكان افضل عند الرب يسوع فنشكر الله فيعني اديت الشهادة دي عشان ان شاء الله ناس يعني يفكروا في الابدية بتاعتهم وبعدين الدكتور جاني بعد اربعة ايام ورح فاجأني وقال لي انتي لازم تروح البيت دلوقت مش تاني يوم انت روح البيت انتي مش محتاجة للمستشفى فقلت له انا كده خلاص خفيت قال لي اه انت خفيت بعدين في اثناء المدة دي ابني بول من الاسكة تكلم فاديته الدكتور عشان يكلمه وكلم الدكتور وقال له ايه السرعة دي اللي هتخلي ماما تروح البيت على طول يعني هي مش محتاجة لعلاج ولا ادوية ولا اي حاجة خصوصا هي عندها القلب كمان واحنا عارفين الكوفيد ده مع الامراض التانية بيزوتها اكتر واكتر فيعني هو لما اتكلمه كده قال له مامتك احنا كنا احنا استغربنا ان مامتك في اربعة ايام بس خفيت وكنا مندهجين اربعة ايام وتروح البيت فيعني قال له اكيد يعني ماما كويسة قال له اكيد ان شاء الله هي مامتك كويسة وهي ممكن تروح البيت تاني يوم على طول فروحت البيت وشكرت ربنا ان الكوفيد ده ما اثرش على قلبي لان انا عندي القلب تعبني وارجو منكم كلكم ان انتو تصلوا عشاني من ناحية القلب فيعني برغم ان انا عندي القلب والتعب لكن الكوفيد ما عملش تأثير في القلب ولا عمل مضاعفات فدي انا اشكر الرب كتير من اجل حسناته وكم من حسنات كتيرا 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 كل ما ادي افكر في حسنات الرب خصوصا وانا نايمة بالليل يعني معظم الوقت بتاعي بالليل بفكر في حسنات الرب بليا كل ما اشوف حسنا والتانية اولياء سلام الرب قدي عجيب وقدي محب برغم ان انا يعني كل عيوب وكل نقائص لكن بالرغم من كده الرب كل محبة وكل لطف بعملنا بكل لطف وكل حسنات وانا اتذكر المزمور 103 اللي بيقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه الخدوس بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته علينا نتذكر الحسنات بتاعته من وقت للتاني الذي يغفر جميع ذنوبك اكبر احسان مش بس هو يشفي المرض الجسدي لكنه ايه يغفر جميع ذنوبك وهي دي اهم حاجة عندنا احنا المؤمنين يعني ان احنا تكون لنا ابادية سعيدة بعد الانتقال الذي يشفي كل امراضك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك كل المزمور حلو اللي هو 103 لما نتأمل فيه وفي الكلمات المشجعة بتاعته الدين نهتف ونرنم للرب ونشكر الرب لانه احسن الينا كم من امراض وكم من حوادث حصلت وكل مرة افتكر فيها اه يعني اهتف للرب واقول مبارك اسم الرب انا ايه بجانب محبة الرب هو مش بيعملنا بحسب اعمالنا هو بيعملنا بالمحبة بدعته بيعملنا حسب اسمه العظيم فهو بيغفر بيغفر الزنوب وبيدينا كمان فرح وقوة وامتنان وشكر عشان اللي بيصنعوا معنا كل يوم وطبعا مش هطول عليكم لانه حسنات الرب اكتر من انتوا عد فنشكر ربنا خصوصا يعني في هذه الايام كل الناس مضطربة خاصة عشان كوفيد نايتين كلهم مضطربين وخايفين وسمعنا ناس كتير بتموت من الوباء ده موت ناس كتير لكن الناس اللي هم عايشين لربنا ومسلمين حياتهم للمسيح حتى لو اكتازوا لكن هم عارفين ان النهاية بتاعتهم هتكون نهاية تعيدة عند رب المجد واشكركم كتير على الفرصة دي اللي سنعت فيها صوت الاخوات انا اتحرمت من صوت الاخوات الحلوين اللي مضينا معاهم كم سنة في مصر في المؤتمرات وفي المجمع كانت فرص حلوة الحقيقة بنتمتع ببعضنا كلنا زي عيلة واحدة واخوات كلنا في العيلة الواحدة مبسوطة اسمع صوتكم مرة تاني والرب يبرككم ويزيدكم نعمة ونشكر الاخ طلعت اللي هو جمعنا وعمل الفرصة دي عشان كل واحدة تقدر تسمع التانية في اختباراتها وكل اللي الرب عملوا معها شكرا يا اخي طلعت واشكركم كدير الاخوات والرب يبرككم ونشوفكم مرة تانية امين شكرا للأخت الفاضلة الأخت العزيزة الأخت دولة والحقيقة احنا لا شك الأخت ليديا دكتورة ليديا تحمل الكثير من الاختبارات خاصة في هذه المرحلة هستضيفها مرة تاني اذا سمح الوقت بالنسبة لها خميس الجاي او اللي بعده لكن معنا دلوقتي سبع دقايق لو تحب توضح يا دكتورة ليديا الحالة اللي تمجد فيها الرب من الجانب الطبي هنكون ممنونين جدا فضل يا دكتورة ليديا شكرا ماما حكيت لكم انها دخلت المستشفى اول مرة لما جالها الكوفيد وده كان في اكتوبر اللي فات وفعلا بعد اربعة ايام اتحسنت وخرجت من المستشفى انا عايز اقول لكم ان ماما دخلت المستشفى بعد كده اربع مرات تاني بين اكتوبر نوفمبر لحد خمسة نوفمبر بعد كده كانت كويسة خالصة بس ده ما كانش من الكوفيد ده كان من يعني موضوع القلب كمان دخلت في يناير اللي فات ودخلت فيه اخر مرة في مارس اللي فات بنشكر ربنا لان كل مرة ربنا كان بيعمل معجزة فعلا في حياة ماما يعني كان احنا كل المرات دي ماما كانت يعني بتيجي عربية الاسعاب لانها تيجي تاخدها مش ان احنا كنا بنروح المستشفى او بنروح للدكتور كل مرة كان ممكن نفسها مش قادرة تاخده او واجع اللي بيجي في السدر واجع اللي هو بتاع القلب بتاع الزبحة الرب حميها من جلطات القلب ولا مرة جالها جلطة في القلب جالها مية في الرئة جالها مية كانت في الرئة يعني عايز اقول لكم بدل الهواء كان فيه مية داخل الرئة ربنا حافظ عليها وانقظها منها دكاترة كانوا يعني لما كنت بروحة قابلها كانت يعني ماما بتجيلها على العربية الاسعاف هنا تاخدها في نص الليل غالبا وانا احصلها وقدت بقابل الدكتور ودكاترة كانوا بيتوقعوا يعني يقول الحالة صعبة الحالة مش حلوة ابدا وبيتوقعوا اسوأ حاجة تحصل منها فعايز اقول لكم ربنا كان رحيم بنا جدا هي نعمة وفضل ما نستهلهوش احنا كنا طبعا بنصلي كتير في كل مرة وكنا بنطلب من الاخوة والاخوات حوالينا والاجتماعات كلها انها تصلي معنا وفعلا الرب كان بيستع ويستجيب عايز اقول لكم ان هي ماما حاليا احسن من الاول بكتير المواضيع اللي كانت بتجيلها قبل كده مش بتجيلها دلوقتي كلها حاجات نتيجة تعب القلب لكن نشكر ربنا الادوية صحيح بناخد الادوية وبنخلي بالنا في حاجات كتير في الاكل والشرب وكله لكن هي اكتر من كده بكتير هي يعني ايد الرب هي اللي بتشفي وهي اللي لمست ماما وخلت عندها ترجعت تبقى عندها نشاط تاني وتتحرك تاني وتقوم في البيت وتتحرك وتعمل حاجات كتير فدي بس بحبيت اديكم فكرة واشكركم استمعكم استمعكم